دي نقطة وبعدين الكلام عن ده يعني حباك فكرتيني بحاجة مهمة جدا عن مثلا الممثل محمد رمضان محمد رمضان أصمر تمام لعلمك بقى يعني 95% من الانتقادات اللي بتوجه لمحمد رمضان في عمقها مش لأنه عنده مشاكل في المحتوى الدرامي اللي بيقدمه لأ بقدر ما هو ليه علاقة باللون بس ده كلام خطير منه أستاذ ألم اجتباعي ده يعني أخشى ليكون فيه قدر من برضو وحاول التفتيش قلوب يعني برضو النوايا دي لا أنا بتكلم على نصوص تعليقات أعود أسمع يعني أقرأ تعليق نصوص من التعليقات على السوشيال ميديا وتجمعها كده جنب بعضها كده وتحطها ممكن أطلع لك قواسم كده مشتركة إن ورى الموضوع يعني ترمر على البشرة على البشرة يعني بس هو ما بيقولهاش صراحة طبعاً يعني لكن بيقول كل صفات السوداء اللي بنقولها في تراثنا الشعبي للبشرة السوداء مع شوية كلام بقى في الدراما والكلام ده فده ده بس الغريب في الأمر ما كانش موجود ده مع عبدالحليم حفظ يعني ده ولعندليب الأصمر آه وكان بيسمول عندليب الأصمر كمان لو وفي نفس الوقت محمد رمضان نجاح ساحق محق يعني إذا كان فيه مجموعات بتهجموا بالبعد النفسي بتحاول تشرحه لنا لكن كمان هو أنجح فناننا على الإطلاق وأكثرهم جماهيري لذلك فورده تنقضات مصرية لطيفة وتؤكد على غربتنا لا وده بتوضح أنه الإعلام بتاعنا الحقيقة عشوائي يعني لأنه فيه شكراً يا دكتور لا أنا آسف أنا آسف جداً بس أنا عايز بس أقول إيه دعني أوضح النقطة دي يعني فيه وجهتين من النظر فيما يتعلق بهذا النوع من المشاكل العرقية أو العنصرية لما تظهر هل نحاربها ونمنعها نهائياً ويقعد الرقيب كده يقطعها حتة حتة ولا نتركها ونعلم عليها ونحط أكواد وتبقى فيه لأنه فيه حرية لازم نراحز أن المحتوى نحط أكواد على طول مش كده نهدم الآن في